المعارضون يسيطرون على مدينة في إدلب والإبراهيمي يلتقي معارضة الداخل تحدثت المعارضة السورية في الداخل بعد اجتماعها بالموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي عن إيجابيات في لقاءاته في دمشق بينما رفضت أطراف معارضة ميدانية الحديث عن تسوية لا تشمل رحيل أركان نظام الرئيس بشار الأسد وكانت معلومات صحفية تحدثت عن بنود مقترح الإبراهيمي من تشكيل حكومة انتقالية واسعة الصلاحيات مع إبقاء الأسد في منصبه حتى الانتخابات الرئاسية العام المقبل وعدم ترشحه فيها في غضون ذلك دعا الدول مجلس التعاون الخليجي الداعم للمعارضة بتسريع عملية الانتقال السياسي في سوريا في ختام القمة التي عقدتها في المنامة في الميدان قتل رئيس مفرزة المخابرات العسكرية في جرمانة إثر كمين نصبه مقاتلون في حين سيطر مقاتلون من عدة كتائب مقاتلة على بلدة حارم بعد الاستلاء على آخر معاقل القوات النظامية والمقاتلين الموالين لهم فيها